اهلا بكم عزيزي المتابعين النهاردة هنتكلم عن الحمى الملطية او البروسيلوزيس اشهر حمتين في مصر و تقريبا في الوطن العربي هم حمى التيفوت اللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده تقدر تشوفه والحمى الملطية اللي هنتكلم عنها النهاردة الحمى الملطية دي حمى بتسببها بكتيريا سالبة الجرام اسمها بروسيلا ومنها اربع انواع والبكتيريا دي بتتنقل للانسان من الحيوانات المصابة الحيوانات دي زي الماعز الاغنام الجمال الابقار الخنزير الغزلال والكلاب والبكتيريا دي ممكن تتنقل للانسان عن طريق ان الانسان يشرب اللبن من الحيوانات دي ويكون غير مبسطر او يأكل اللحوم بتاعت الحيوانات دي وما تكونش مطهوة او ما تكونش مستوية بشكل كويس كمان الاختلاط والتعامل المباشر مع الحيوانات المصابة ممكن ينقل البكتيريا دي عشان كده الناس اللي بيجي لها الحمى الملطية دي ممكن مثلا الفلاحين عشان بيربوا المواشي ممكن الجزارين وممكن العاملين بالوحدات البيطرية وممكن بقى الناس العاديين زي ما قلنا عن طريق ان هما يستهلكوا الألبان ومنتجات الألبان واللحوم اللي مش مطبوخة بشكل كويس أما انتقال البكتيريا دي من إنسان لإنسان تاني هو ممكن لكنه نادر جدا ممكن عن طريق الرضاعة الطبيعية من الأم لابنها أو عن طريق الجنس لكنه نادر جدا لو جينا نعرف ايه هي الأعراض اللي بتعملها حمى البروسيلا أو الحمى الملطية الحقيقة إن البكتيريا دي ممكن تصيب أي جزء أو أي جهاز في جسم الإنسان وعلى حسب الجزء اللي بتصيبه بتكون الأعراض بتاعته وعشان كده الأعراض دي متنوعة ومختلفة وكتير جدا وممكن كمان ما نقدرش نعرفها بسهولة في البداية من أشهر الأعراض طبعا أول حاجة ارتفاع درجة الحرارة بالصداع ممكن ألام المفاصل التهاب المفاصل ألام الجسم عموما ممكن فقدان الشهية فقدان الوزن تعب وإرهاق زيادة العرق ألام في البطن ممكن الإنسان يجيله إسهال ممكن إمساك وممكن يجيله قيل دي كده الحاجات المشهورة اللي ممكن تيجي ولما تستمر نشك في الحمى سواء كده حمى تيفوت أو حمى البروسيلا ونطلب تحاليلها لكن البكتيريا دي لو أصابت الجهاز العصب المركزي بتاع الإنسان ممكن الإنسان ده يدخل في غيبوبة ممكن يحصل له تشنجات ممكن يحصل له احتباس بول ممكن يحصل له فقدان الاتزان أثناء المشي ممكن اضطراب الوعي وغيرها أما البكتيريا دي لو أصابت الكبد بتاع الإنسان فممكن الإنسان يبدأ يحس بألم في منطقة الكبد المنطقة اللي هي اليمين دي ممكن ارتفاع درجة حرارة ممكن يحصل عنده تدخم في الكبد والطحال لما نجي نعمله أشعة تلفزيونية ممكن إنزيمات الكبد تعلة ممكن يحصل خراك في الكبد وممكن يحصل تسمم في الدم بسبب هذا الخراك كمان البكتيريا دي لو أصابت الجهاز البولي والتناسلي ممكن يحصل التهابات وتورم في الخصية وممكن يحصل التهابات في المجرى البولي ولو البكتيريا دي جت في الجلد ممكن تعمل حاجة اسمها إيريسمانودوزم أو ممكن تعمل خراريك وغيرها كمان البكتيريا دي ممكن تأثر على العين وتعمل فيها التهابات وكمان ممكن تأثر على القلب وتعمل حاجة اسمها إندوكاردايتس أو التهاب الغشاء المبطن أو الطبقة الداخلية للقلب وطبعا تأثر على الصمامات وتبقى حالة خطر فالعيان ممكن يحس بألم في صدر ورفرفة سرعة ضربات قلب ارتفاع درجة حرارة وحاجات تانية بالشكل ده وممكن كمان تصيب الجهاز التنفسي والعيان يجي له كحة ونهجان وحاجات تانية يعني من الآخر البكتيريا دي ممكن تصيب أي جزء في جسم الإنسان وتعمل أعراضها وكمان تعمل مضاعفاتها لهذا الجزء الأعراض بتاعة الحمى دي ممكن تتحسن فترة وبعدين ترجع التسوق وتزداد فترة تانية من غير ما يكون الشخص جاله عدوة جديدة كمان الحمى دي ممكن تتحول لحمى مزمنة لو فضلت الأعراض دي أكتر من سنة لو جالك عيان وانت شاكك بقى إن عنده حمى ملطية تطلب له تحاليل إيه؟ طبعا التحاليل الأشهر اللي هو ده تحليل موجود ومشهور وكويس لو طلع واحد على تمانين فده بيدل إن في عدوى حالية أما لو كان في منطقة مستوطن فيها المرض فكل ما زادت القيمة يعني واحد على تلتمائة وعشرين ده يديك تدعيم أقوى إن في عدوى حالية لهذا الشخص التحليل الثاني اللي هو المزرعة ممكن نعمل للشخص ده مزرعة دم أو مزرعة نخاع عظمي أو مزرعة أي سائل أو نسيج في جسم الإنسان إنت شايف إن البكتيريا أصابته ومقصرة عليه يعني إنت لو شاكك إن البكتيريا دي مقصرة على الجهاز البولي ممكن نعمله مزرعة دي كمان ممكن تعمل للعيان ده بي سي آر دي كانت التحاليل الخاصة إنك تعرف إن البكتيريا موجودة أو مش موجودة لكن إنت ممكن تحتاج تعمل تحاليل تانية عشان تقيم حالة العيان ككل وأجهزة العيان ككل يعني ممكن تحتاج تعمل صورة دم كاملة وظيف كبد ممكن تعمل تحليل سائل النخاع الشوكي ممكن لو العيان عالدوا التهاب في المفاصل والمفصل مورم تاخد عينها من السائل اللي جواه وتحللها ممكن لو إنت شايف إن الجهاز التنفسي متأثر تعمل شست إكس راي لو إنت شايف إن الكبد هو اللي متأثر تعمل ألترا ساوند سونار وممكن تحتاج تاخد عينة وتحللها زي مثلا عينة من الكبد او عينة من النخيع العظم ايه هو علاج الحمى الملطية الحمى الملطية علاجها اول حاجة الراحة التمة غزاء سهل الهضب بعد كده المضادات الحيوية اساس العلاج هي المضادات الحيوية الكورس الاشهر والمعروف هو ان انت بتدي للعيان ده دوكسي سايكولين 100 ميلي جرام كل 12 ساعة لمدة 6 اسابيع بالاضافة الى ريفامبيسين 600 ميلي جرام في اليوم لمدة برضه 6 اسابيع بندي الاثنين مع بعض عشان نحاول نمنع الريكرانس او حدوث المرض ده مرة تانية كمان ممكن ادي الدوكسي سايكولين ده مع ستريبتو مايسن لو كان طفل اقل من 8 سنين فالافضل ان انا ادي له ريفامبيسين مع صالفاميسكسازول زائد ترايمسوبريم لو العيان بتاعك كان بيشتكي من حاجة اسمات بونديولايتس او ساكروولايتس اللي هي التهاب في الفقرات بتاعة العمود الفقري في الحالة دي يفضل انك تزود حاجة زي الجينتاميسن لمدة اسبوعين او 3 مع العلامة اما لو كان العيان عنده اندوكاردايتس التهاب الغشاء او الطبقة الدخلية للقلب ففي الحالة دي لازم ندي اربع حاجات مع بعض اللي هو الدوكسي سايكولين ريفامبيسين جينتاميسين والترايمسوبريم زائد صالفاميسكسازول وفي الحالات المزمنة بندي دوكسي سايكولين مع الريفامبيسين مع الاستريبتوميس طبعا ده كان النظام الاساسي للمضادات الحيوية لكن كل حالة على حسب فيها ايه يعني مثلا في بعض الحالات ممكن تحتاج تدخل جراحي فانت بتتعامل مع كل حالة على حسب انت شايف فيها ايه واخيرا ياريت للقلبان تكون مصدرها معروف ويكون اللبن مبسطر ولو هتاكل لحوم تكون مطبوخة بشكل كويس ولو عندك حيوانات ياريت تطعامها ضد الحمى الملطية التطعيم متاح للحيوانات لكن لحد دلوقتي مفيش تطعيم للانسان وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم